بحث وزير قطاع الأعمال العام محمد شيمي ووزير الزراعة والتصلاح الأراضي علاء فاروق جهود تنمية انتاج وصناعة القطن المصري والنهوض به تناول الاجتماع مستجدات المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج الذي تنفذه الشركة القابدة للغزل والنسيج التابعة للوزارة للنهوض بهذه الصناعة واستخدام التكنولوجيا الجديدة من خلال توريد أحدث الآلات والمعداد وتدريب العاملين وتطوير البنية التحتية ونظم العمل والإدارة والتسويق وتعظيم القيمة المضافة للقطن المصري للسمعة المتميزة عالميا